اذا عطل قاهرة الكبرى تقدم دليل السائح اعزائي المستمعين اهلا ومرحبا بكم في دليل السائح معانا اليوم في دليل السائح الاستاذة جيهان مأمون كاتبة تاريخية اهلا بك اهلا بك الحقيقة النهاردة اخترتنا مكان احنا الحقيقة ما رحناهوش قبل كده وما كلمناش عنه في البرنامج وهو مقبرة الحكيم بيتوزوريس ماذا عن هذه المقبرة وتاريخها يرجع لامتا واهم معالمها السياحية وترازها يعني الحكيم بيتوزوريس ده كان كبير جهنة جحوتي اهد حكماء مصر القديمة المقبرة بتاعته بتقع في مدينة خيم نوتونة الجبل الاشمونيين بمحافظة المينيا بترجع للأسرة 30 في حكم اخر ملك مصري حكم مصر في العصور المتأخرة الملك نخت نبف التاني عام 300 قبل الميلاد تعتبر في عصور الضعف بقى في اواخر الضعف اه الاشمونين كانت بتعد الاقليم الخامس عشر وكانت مركز سياسي وديني مهم وكان فيه جواها مدينتين مدينة الاحياء اللي هي هرموبلس ومدينة الاموات اللي هي خيمنو وخيمنو بتعني رقم 8 المقبرة موجودة في مدينة الاموات بتعد من المقابر الأسرية لانها خصصة للحكيم بيتوزوريس وأسرته هي بتعد مقبرة ومعبد في نفس الوقت لان تخطيطها العام بيماثل تخطيط المقابر لكنها بتاخد وجهة وحجرات المعابد وبتعد نموذج مهم للفن الهليني اللي هو عبارة عن مزيج ما بين الفن المصري القديم والفن الاغريقي لان المقبرة دي شيدت في بدايات العصر البطلامي فيه طريق بيؤدي للمقبرة طوله 65 قدم المقبرة بتضم حجرتين وبتتكون من فناء بيؤدي الغرفة جنائزية لها بير دفن منحوط في الصخر الوجهة بتضم أعمدة مستديرة لها تيجان زهرية على هيئة سعف النخيل وبيصل بينهم جدران على هيئة ستاير مزينة بصور تقديم القربين مرسوم على المقصورة الأمامية رسومات للحكيم بتوزريس وأسرته مناظر لصناع المعادن والنحسين وصناع العطور والسلال ومناظر لعملية الزراعة وعصر العنب أما الحجرة التانية فمنقوش عليها رسومات لمعظم الرموز الدينية في مصر القديمة هل له علاقة بإزوريس والفعيد؟ لا هو كان كبير كهنة تهوت زي ما قلنا لأن تهوت كان هو رمز لمدينة الأشمونيين وكانوا بيصوروا دايما برأس طائر أبو منجل كان هو الرمز بتاع الحكمة في مكسورة بعد كده كان رأسها الحكيم لأسرته بتمثل خليط عجيب من الفن الهليني لأن المناظر كلها مصرية قديمة لكن الناس بيرتدوا ملابس إغريقية وبعدين التابود بتاع الحكيم بتوزريس اتنقل من المقبرة للمتحة في المصر القديم للي عايز يشاهده الكهنة في مصر القديمة كانوا بيمثلوا خدمة الإله رجال كرسوا حياتهم للعمل والعبادة والتأملات الإلهية منهم اللي كان بيقيم في المعبد إقامة كاملة ومنهم اللي كان بيتزوج وبيقسم وقته ما بين المعبد والبيت كانت التهارة موضوع مهم جدا بالنسبة للكهنة كانوا بيقوموا بالاختسال أربع مرات يوميا في البحيرات المقدسة الملحقة بالمعابد وكانوا بيقوموا بحلاءة كل شعر جسمهم حتى الحواجب والرموش ده شكل معروف حتى في الدرقة ما عندنا كان ده نوع من التهارة المبالغ فيها وكان فيه أنواع كتير من الكهنة فيه كهنة مرتلون بيطلقوا عليهم حار حابت وكان فيه كهنة مهمتهم أن هما يفسروا النصوص الدينية وكهنة بيقدوا التكوس العبادات وكهنة بيحملوا لقب مطهر وكهنة بتنشد وعزفات وشمامسة وكان الحكيم بتزريس هو كبير كهنة تهوت في الأجمونين كل الشكر للأستاذة جيهان مأمون على هذه المعلومات القيامة شكرا لكم أعزائي المستمعين وإلى أن نلتقي وحلقة أخرى من دليل السائح لكم أراقة تحيات أسرة البرنامج دليل السائح اشتركوا في القناة